سلام الابناء ان شاء الله تكونوا بخير وكما عودتكم وقلت لكم ووعدتكم دايما حط لكم فكرة مشروع صغير اللي تقدر تديروا اي وحدة في البيت ويكون مشروع غير مكلف ومربح في نفس الوقت كما اليوم جيتكم بفكرة تعليزاتها تخوسوا او رباطات الجهاز العروسة وش نسحقوا فيها اولا نسحقوا فيها دونتل انا نشري بالباكي انتوما كما تحبو تحبو تشرو بالباكي ولا تحبو تشرو بالميترا ما هي دو بخيفرانس لوحدة كي تحب يعني تبدأ في المشروع تشري بالباكي باسك في طح لها البخي دوغو البخي تاع الباكي يدير من ميتين وخمسين الف حتى تلتمية وخمسين الف فيهنف متر لازم لوحدة تعرف منين تشري تشري عند اللي يبيعوا لازم لوحدة لازم لوحدة كبار اللي يبيعوا كلش لازم لوحدة تشري بالميترا يدير من خمسة وربعين الف حتى الستين الف تاني سادي بون الحالة اللي تشري من عنده تاني حاجة نسحقوا الحاشية انا نخدم بالحاشية تح 5 سنتيمتر وفيها 25 مترا في الرولو 25 مترا الرولو في البخي دوغو يدير entre 25000 حتى 35000 تاني سادي بون من خمسة من خمسة من خمسة من خمسة ملاحة نشيق من الهجب مجلس الاشيح قم الاشيح يوني الكمبيكين من التا 2 سنتمتر يمتل اهجه هاو تكطنان انتوا 없다 نخدمو بها ها نسيق المزيدة من النزل ومن الشخص نشيق المزيدة نسمي ترى للحب ها نحدي حديث من الأجان إنه نشريك حقين بالبقي لنخلطوا هم بالحب يمكنها القوة الخاص بها 25000 ربعوة تستخدم مكان يستخدم شريعة حيثه يستخدم خمسة وثلاثين الف عند الجروسيست يستخدم في الحلقة الرأس المكان يستخدمونه하고 بعض الأنزل الدول نتشغل بل 십 كلمة كما يستخدمون هناك 200 جرام نسحق البسطولي اللي هدرنا عليهم في الفيديو السابق نجيبو مستارا باش نقاسو بيها أنا يابو غالي كامون فتالي كليونس تابعين دي لهم فيها جنرال مو أمد خدمي مترا ونص كاين دي كليونس تقصوا يقول لك شعل ديري فيها من مترا تقول لهم بلين دير مترا ونص كايني تقول لك نحفيها بلوس كايني تقول لك نحفيها موان تقول لك بسكولي باكي تابعين لحن ديرهم صغر كايني تقول لها وإلا ما سقصتك شديري المتخاجنتيه ديالك مترا ونص يعني ما راهي طويلة بزاف ما راهي قصيرة دير فيها بيان نحكمو الحاشية وننصيكم الحاشية لازم تشروه هديك اللي تجليس وشبه وتبرق متشوش هديك اللي يابسة وظالة هنا ينقيسو مترا ونص تلك الحاشية ديالنا وتقطعوها عادي جدا كتقطعوها روحو لها تقطعوها كدك انبزي تقطعو الجهتين يعني مينتو ما كتكونوا حات خدموا عشرة عشرين ولا يجب أن تقطعوا منها هذه الأطراف يجب أن تنسل وكائن حاشية يجب أن تحرقها يجب أن تحرقها يجب أن تحرقها تحرقها هناك أزالة يجب أن تنسل تستطيع إصافة لكني تجب أن تمشي لكنها تحرقها كما يجب أن تتحرقها ديروا العكل كامل وينمشي الخيط سينو يطيرو لكم هاد الابغل هنا ديروا الابغل ملور فوق الخيوط هادوك ليشيل ليمور الابغل ليشدين الابغل ديروا كامل الابغل ديروا شوية بركها كدام مسحوها خلوها تنشف أبخي قطعوها تنشف تمتمة يا ربي نسي دقيقة تنشف لكم كي تقطعوها قطعوها غير بالعقل وللقيتو فيها شوية زوائد تح خيط زوائد تح هاداكو التول بسكوها ديالا دونتا المخدومة هي خيط سوها هاداكو التول بس القاوة التول خارج منا ولو انتو مواتيقاليزيوا الابغل تحكم بش ديكم شابا ابخي انتو موش تشوفو وهيلي كان الابغل تاعنا رحي واجدا بسكوها دوك نجيو الابغل دوك احنا الابغل كي ما تحبو انا يا حبيت هنا في الابغل ندير فيها خمسة الابغل باش نملأها هدو كل فارغات كين تحبي تديري زوج تحبي تديري ثلاثة مام تسي تحبي ما تديريش الابغل ما تديريش بسكو احنا نشوفوهم اللي يتباعو فالحوان تصاديبو كاي اللي جي فيهم الشويشة كاي اللي ما تديريش كاي اللي فيها الابغل كاي اللي ما تديريش كل موديلو كيفاشو كل موديلو سومتو هنا يا الابغل قدت لها خمسة الابغل دوك انتي تحسبي هنا ينجو باش جينا الابغل نطويو الحاشية لازوج نعينو الاسد دوك هاناني شفت بلاي هده هو الاسد ديالها لازم تجي في الاسد باش ابخي العروسة ولا الاكليون تديها عليك كاي اللي تديرها تجيها الابغل في الاسد والحاشية من اللي تربطها كاي اللي تقول لك على ما تديريش فيها سكخات على ما تديريش فيها للاستيك باش ندخلها ديغاك هدك سيبازة يونسوليسيون تحضير يبقى بشكل أماما تشبهون الجميل اضافة بزراجة يجب أن يجب الأمام تحضير الأمام تحضير الأمام تحتاج إلى الأمام تحتاج إلى أماما بسكو امباتو لتبانلكم هديك الاكل بسكو نيقوت لكم بريتخدمو بلاكل هديك السفر هدونك فيها انكولر هنه ديرو شوية برك قسمة دي حطو برك البرل ديالكم ما تكتروش الاكل بسكو هما ما يطيحوش ما حيصالهم والو لنسقو بيا الاكل ديالنا لابلتو وهنا يتولي عندنا راتش تعنا وجدة تخلوها تنشف ونوصيكم الى كانت الحاشية تحكم كشمام جاعدة ولا فيها تكرفيصة ولا تقدروا تجوزوا عليها بالحديد حاجة خفيفة بركها الحديد ما يكونش سخون بزاف تجوزوا عليها جزء باش تحددوها وتولي شابة كتر وانشاء الله تكون عجبتكم الفكرات على اليوم بقوا على خير